مرحبا بكم ارجعنا لكم مصفة جديدة اتمنى الاشتراك بالقناة شكرا كتير لكم يلا على الوصف المكونات كتير بسيطة ولكن هي اكتر وصفة في العالم حساسة يجب تباع كل تفصيل فيها رغم انه مكوناتها بسيطة لكن هي كتير حساسة وانا حشرح كل شي في هذا الفيديو بالتفصيل عنا بياض البيض انا فصلته قبل بيوم وتاني يوم عندما استخدمته ووزنته 77 جرام ووزنت عنا سكر عادي نفس السكر اللي احنا نستخدمه للشاي وعنا سكر بودرة جاهز وعناها دقيق اللوز 100 جرام سكر بودرة و100 جرام دقيق اللوز وسبغة بودرة اي لون انتو تحبوه هان بياض البيض طبعا بحرارة الغرفة قبل بيوم بياض بره نخفق ونوضع 100 جرام سكر بالتدريج نفس السكر اللي احنا نستخدمه للشاي هادي الوصفة كتير هي بسيطة ولكن كتير حساسة اي شيء ممكن يخربها الوصفة هادي وهادي الطريقة الفرنسية وفيه الطريقة الايطالية وفيه السويسرية يختلفوا عن بعض تماما احنا بنعمل الطريقة الفرنسية لون الطعام ممنوع نستخدم من لون الطعام السائل وانا في اسناء الفيديو هفرجيكم كل شيء عملي بنقلب الوعاء ومتل ما انتو شايفين ما بتحرك ولا شيء من الوعاء هيك جاهز واصبح ناجح نوضع دقيق اللوز 100 جرام سكر بودرة 100 جرام بنخلطهم مع بعض وبنضحهم في المكينة وما بنشغل المكينة مرة واحدة بنشغل عدة ثواني ونوقف عدة ثواني ونوقف منشان ما يطلع الزيت اللي في قلب اللوز وبتقرب الوصفة كلها ما بدنا احنا متل ما انتو بتفرقوا اديكو كيف بيحموا اديكو كتر الطحن باستمرار بيحمى وبطلع الزيت من اللوز متل ما تشايفين بنكرر العملية هادي حوالي خمس مرات بننخل طبعا المنخل بكون واسع شوية المنخل بننخل هيك جاهز بنخلنا بنخلط متل ما انتو شايفين من تحت لفوق من تحت لفوق وباخد بسحب من النص من تحت لفوق وبسحب من النص من تحت لفوق وبسحب من النص كل حركة مهمة مش معقدة هي بسيطة ولكن هي كتر وصفة حساسة هيك غير جاهزة لسا لازم تكون خط متواصل وما يختفي الخط لما ينزل الخط على ينزل الخط ما يختفي بسرعة الخط يعني ياخد وقته لما يختفي الخط قدي بفرجيكو كيف شوفوا كيف هيك أصبح جاهز لازم الخط ما يقطع الخط بسرعة لو قطع مش مشكلة بس ما يقطع بسرعة الخط ويكون متل ما انتو شايفين بارز ما يعني ما بسيح كل الخليط على بعضه وهيك نصبهم حجم الحبة انتو بتختاروا حجم الحبة المناسب لالكم وانا في هذا الفيديو هفرجيكو كل التفاصيل كل التفاصيل هذا فيديو كتير هو مش طويل كتير ولكن هو ممتع كتير الفيديو لانو انا هفرجيكو ايش اسباب خراب المكرون طبعا احنا تدقين على الصونية بندوق على الصونية احنا خمس ضربات مضربة خلي يطلع الهواء اللي فيها وبعد ساعة متل ما انتو شفتو لازم تكون ناشفة الوجه ناشف من فوق انا اسف بتكلم بسرعة منشان الفيديو ما يكون طويل انا استخدمت الفرن 150 درجة مقاوية من فوق ومن تحت وبدون مروحة ما استخدمت المروحة انا بدون مروحة استخدمت الفرن من فوق ومن تحت مية وخمسين درجة مقاوية وهذا الرف اللي انا استخدمته الرف اللي تحت خالص لا الرف اللي فوق منه وهي تقريبا تأخذ من اربعة عشر لسبعة عشر دقيقة ولكن حسب نوع الفرن هيك بعد ستاشر دقيقة اصبحت جاهزة مثل ما انتو شايفين نتركها حتى تبرد نتركها حتى تبرد نتركها بس تبرد ما منوع نلمسها إلا بس تبرد انتو شايفين شايف هيك الملمس من فوق كيف بالمع ومن تحت بتكون هشة ومن فوق فيها قشرة ومن جوا بتكون مثل الطمر من جوا بتعلي او فيها مدر مثل ما انتو شايفين إذا انتو اتبعتوا التعليمات كلها والمعلومات كلها مفهوتوش والإيش من الفيديو أنا مضمنكنو تنجح معكو الحشوة زبدة مئة جرام وسكر بودرة مئة وسبعين جرام ومعلقة فانيلا هذا اللي الحشوة ومنه تضربهم مع بعض أولها بكونوا نشفين ولكن مع الخفق بصيروا في مليونه مثل اللي كريمة بصيره طبعا أنا موضع لكم في صندوق الوصف كل المعلومات اللي ناكساكو حتلاقوها موجودة في صندوق الوصف بالأسفل يعني الفيديو ما بدي أنا الفيديو يكون طويل أنا كل المعلومات اللي أنا ما قدرت أحكيها هان حططها في صندوق الوصف يعني كل التفاصيل تلاقوه في صندوق الوصف تحت واللي حابب به هيك بتكون هي أساسية هيك ولكن اللي حابب عنده أطفال اللي حابب يفرحه ممكن يحط زينة مثل هيك يحط زينة هذا اختيار يعني غير أساسي هذا هذا هو اختياري مشان الأطفال هيك لازم المكرون الناجح بيكون هيك بيكون متل ما انتم شايفين بيكون متل فيه له متل إطار أو التاج تحت القشرة الناشفة من فوق وما تنكسر من فوق بعكس القشرة من تحت من الداخل تمدغ ميك متل طمر تلاقوه من الداخل القشرة اللي فوق تكون ماسكة شوية ومن داخل بتلاقى متل طمر والقشرة اللي تحت بتكون هشة هذا هو المكرون الناجح متل ما انتم شايفين والتخزين بالتلاجة يومين اكثر اكثر شي اليوم التالت من ناكله او بالفريز المجمد شهرين اكثر شي ثلاث شهور في المجمد في الفريز بنخزنه احنا يعني من شهرين لثلاث شهور في الفريز ومثل التلاجة من يومين لثلاث ايام في التلاجة هذا مدد صلاحية وعندما بدنا نستخدمه منطلعه من الفريز او من المجمد قبل بنص ساعة منطلعه من المجمد وهيك انا حقدمها هدية. يريد تكتب لي التعليقات عن رأيكو في الوصفة او بالتصوير او في اي شي انا استطيع ان اتعلم منكم. كما بقول ومن قال اني تعلمت كل شيء بدأ جهله. وانا ممكن اتعلم منكم يريد تكتب لي في التعليقات. وانا هفرجيكم اسباب فشل المكرون. المكرون هذا نفس الوصفة. نفس المجادير نفس الاشي عملت. ولكن انا هفرجيكم كيف لو اذا لو 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 دقيق اللوز طلع الزيت منه ايش بسير? ولو وضعنا احنا بدل السبغة البودرة وضعنا سبغة سائلة متل هيك شو بسير? ولو وضعنا الشوكولاتة او كيكاو. الكيكاو حيكون بالعكس بعكسه تماما أنه كيف ستنشف فأي الوصفة أي وصفة الطعام هي تعتمد على كمية الارطوبة كل وصفة إلى كمية رطوبة مختلفة فأنا هيك حطيت رطوبة فيهم أو سوائل فيهم كميات متوفاوتة والكيكاو وضع الكيكاو بعكس الموضوع الكيكاو بيسحب الارطوبة فإننا إحنا لازم نعمل عشان نوضع الكيكاو لازم نرفع معلقة صغيرة من السكر واللوز عجين السكر واللوز اللي نحن نتحنه مع بعض نرفع معلقة صغيرة وبنبدلها بمعلقة كيكاو صغيرة هذه أخطاء أنت تبقوا عفوها هذه مش مكرون هذا هذه ممكن نسميه إحنا غريبة ممكن نسميه بسكوت مثل ما أنتوا شايفين وهو دقيق اللوز هو أساسي بالموضوع هذه النتيجة في حال كان دقيق اللوز خشن أو العجنة سميكة لم تخلط شيد أو بيض البيض قليل أو الحرارة الفرن عالية أو لم يجف الوجه قبل دخول الفرن بساعة في أمان الله تزلونا بوصة جديدة أتمنى الاشتراك بالقناة شكرا كتير لكم إذا أعجبكم الفيديو تعملوا لايك ما السلام